السلام عليكم ورحمة الله عندنا شرح الدرس الثالث من grade 6 inspire science درس اسمه obtaining energy and removing waste obtaining energy and removing waste هو متأسم لجزءين جزء منه هيتكلم بقى على الانرجي وازاي بناخد الانرجي بتاعتنا ده دور ال digestive system تمام يعني احنا في الغالب كل كلامنا هيكون عن ال digestive system في البرت ده البرت التاني ده بيتم عن طريق اكس كرتولي يبقى كده الدرس مقسم لتو ساستنز هناخدهم باذن الله اول حاجة بيتكلمنا عن الانرجي وازاي بنخصل على الانرجي بتاعتنا او ايه هي الانرجي دي اصلا بنستخدمها في ايه اول حاجة الكمية الانرجي في الفود بنقسها بالكالوريز يعني الطعام بيختلف الكالوريز بتاعته بتختلف العناب مثلا الجريب فيه 2 كالوريز فيها 220 كالوري مثلا فكل الطعام بيختلف في الكالوريز بتاعته الشخص اللي عايز يقوم بيعمل دايت معين او يقوم بحمية غذائية سواء ينزل وزنه يفقد وزنه او سواء يزود وزنه فبيعتمد اكله على كمية الكالوريز كل شخص مننا عشان يقوم باي اكتيفتي اي اكتيفتي بنعملها يعني محتاجة ان احنا يكون عندنا انرجي كفاية نحنا نقدر نقوم بالاكتيفتي دا احنا ما بنقدرش نعمل اي حاجة نحرك حتى جسمنا نحرك حركة بسيطة ابسط حركة في جسمنا محتاجة انرجي فالانرجي دي بنجيبها منين بتجيبها من الفود اللي احنا بناكله احنا مش بناكل لغرض الاكله خلاص لحنا بناكل عشان نحصل على الانرجي من المواد المغذية الموجودة في الاكل دا علشان كده دايما لازم نحافظ على نظام صحي في الاكل لازم ناكل الطعام اللي فيه كل المواد المغذية من وجميع المواد المغذية علشان جسمنا يقدر يحصل على الانرجي الكافيالي الديجستف سيستم هو اللي بيقوم بمعالجة الطعام ده هو اللي بياخده الطعام ويعمله بروسسنج وبعد كده ياخد منه الانرجي اللي بنستخدمها بعد كده في السيلولر بروسسز أو العمليات الخلوية كمية الانرجي للأشخاص بتختلف يعني مش كل شخص بيحتاج نفس الانرجي للشخص التاني بيحتاجها فمش كل شخص بيأكل نفس كمية الأكل اللي الشخص التاني بيحتاجها بتعتمد على الويت الوزن الأشخاص بيختلفوا في الوزن بيختلفوا في كمية الطعام اللي بيحصلوا عليها في الاج في الاكتيفتي في الليفل في الجندر كل دول بيخلوا الأشخاص نظامهم يختلف عن بعض طيب عندنا مثلا شخص بيلعب كرة شخصي تاني بيلعب فيديو جيمز تفتكروا مين فيهم محتاج energy أكتر أكيد اللي بيلعب كرة لأن البيعب كرة ده بيبزل مجهود كبير جدا فمحتاج energy كبيرة جدا لكن الشخص اللي بيلعب فيديو جيم هو كده كده بيلعب في مكانه فمش محتاج energy كتير زي شخص اللي بيلعب كرة وهكذا فأي activity أي حاجة أي weight الage level activity level أصلي كل ده محتاجين كميات مختلفة من energy أو كمية مختلفة من الطعام طيب إيه هي nutrients nutrients معناها بالعربي المواد المغذية تمام؟ الطعام الأكل هو اللي بيوفر لنا nutrients دي أو المواد المغذية دي يبقى هي جزء من الطعام الجسم بيستخدمها عشان يعمل إيه؟ عشان يحصل له growing and survive عشان ينمو ويظل على قايد الحياة كل نيوتشينز بتكون مهمة بشكل مختلف في الجسم طيب بعد كده عندنا نيوتشينز زي البروتين مثلا البروتينز بتبني المسلز أو العضلات بتاعتنا بتساعد في بناء العضلات الكالسيون مثلا بيساعد في تقوية العضام وهكذا في كل نيوتشينز بيبقى ليها وظيفة مختلفة داخل الجسم إزاي الديجيسشن بيعمل في جسمنا؟ إزاي عملية الهضم دي بتعمل داخل الجسم الديجيسشن أو الهضم ده لين وعين ميكانيكال وكيميكال تمام؟ الميكانيكال ديجيسشن ده بيكون بيهضم الطعام فيزيكالي وفيزيائيا لأجزاء صغيرة بيقصر الأكل اللي حنناكله لأجزاء أو قطع صغيرة الكيميكال ديجيسشن هو ناتجة عن تفاعلات كيميائية بتقصر برضو الطعام بتقصر القطع البيسز دي اللي هي بتقصر البيسز لأجزاء أظهر اسمها ماريكولز تمام؟ فالميكانيكال بيقصر الطعام لسمولر بيسز والكيميكال هو ناتجة عن كيميكالي أكشنز بتقصر بتعمل بريك داون للطعام أو للبيسز دي بتعملها بريك داون لسمولر ماريكولز تمام؟ نبدأ في الوي أو الطريق بتاع الأكل بقى من أول لما نبدأ ناكل إزاي الديجيسشن بيشتغل أول حاجة في الأول أورجن في الديجيسف سيستم هو الماث الماث بيبدأ فيه عملية الميكانيكال ديجيسشن هو النوع اللي الهضم فيه ميكانيكال تمام؟ الميكانيكال دا بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق إن الماثلز الموجودة في الجو أو في العظم الفك بتاعنا بتقطع بتعمل كده تقطيع للطعام بتقطع طعام لقطع صغيرة تمام؟ الفم بيعمل بيفرز حاجة اللي هو اللعاب دا اسمه سلايفا السلايفا دي بتهدم الطعام كيميكالي تمام؟ بتخدم تحديدا إيه؟ الكاربوهايدريتز أوكي يبقى الماث بيبدأ فيه الميكانيكال ديجيسشن اللي هو تقطيع الطعام أو يعني مضغو من خليه كتعة صغيرة السلايفا بقى بتخدم الكاربوهايدريتز في الفم السلايفا دي بتكون بيزيك قاعدية أو قلوية فبتعادل الأسيدك فودز بتعادل الطعام الحمدي احنا المفروض عندنا المقياس البي ايتش من واحد لي فورتين فورم وان تو فورتين النص طبعا سبعة أقل من سبعة بيكون ايه؟ بيكون البي ايتش بتاعت الجسم بتكون أسيدك من أكتر من سبعة من سبعة لاربعتاشر البي ايتش بتاعت الجسم بتكون بيزيك تمام؟ فالسلايفا بتكون بيزيك عشان كده بتعمل نيوترالايز للأسيدك فود بتعادل حمدية الطعام الطعام الحمدي زي زي البرتقاء زي اللمون اللي هو الطعام اللازع ده فمين اللي بيعادل الطعام اللازع ده في الفم؟ اللي هي السلايفا أو اللعاب أوكي؟ هننزل من الماث هننزل على الأسوفيجز الأسوفيجز هي مسكيلر تيوب مبوبة كده عضلية بطربة ما بين طبعا الماث والستومك المعدة أوكي يطلع المعجون فهي بالضبط الحركة دي بتكون شباق الضغط على معجون الأسلان كده إن هي بتفضل تضغط على الطعام تضغط تضغط عشان تنزله من الماث ينزل على تمام؟ نيجي للستومك الأورجن الثالث عندنا في الديجيستف سيستم الستومك هي عضو كبير ومجوف ده شكلها ده شكل الستومك عضو كبير ومجوف بيتم فيها هضم كيميكل كيميكل ديجيستشن بتساعد يعني في الهضم الكيميائي المعدة بتفرز أساديك فلاود أو سائل حمدي اسمه جاستريك جوس العصارة المعدية احنا اتفقنا أن الفم بيفرز السلايفا والسلايفا دي بيزك فبتعادل الأساديك فود هنا بقى المعدة بتفرز الجاستريك جوس والجاستريك جوس ده أسد أو أساديك حمدي فبيعمل نوتراليز لمن؟ العكس بقى بيعمل نوتراليز للبيزك فود تمام؟ يبقى كده عندنا حاجتين عكس بعض الماث والاستامك الماث بتعمل نوتراليز للأساديك فود والاستامك بتعمل نوتراليز للبيزك فود لأن دي بتفرز أساديك فلاود ودي بتفرز بيزك فلاود تمام؟ ما نلخبطش بينهم ننزل على رابع أرجن عندنا هو السمول انتستان أغلب بقى الكيميكال ديجيستشن بيحصل فيه السمول انتستان أغلب الكيميكال ديجيستشن بيحصل فيه السمول انتستان والسمول انتستان زي ما انت شايفين هي تيوب كده ولكن بتكون فيها فولز كتيرة أو انثناءات كتيرة كده بتكون منثانية لو فردناها تقريبا هنلاقي طولها سبعة متر أو حاجة في الرنج ده فهي بتكون منثانية كده بيبطنها بقى بيبطن السمول انتستان لو جبنا كده عملنا فيها قربنا المايكروسكوب وعملنا كروستكشن فيها هنلاقي ان هي جواها او بيبطنها حاجة اسمها او امتدادات اسمها فيلي الفيلي دي الفيلي كل مفردها فيلس فالفيلس بيحتوي على سمول بلاد فيزل او اوعية دموية صغيرة الاوعية دموية صغيرة دي يعني بتاخد بقى النيوترينز دي وتنقلها لباقي اجزاء الجسم تمام؟ لان هنا بيحصل بيحصل فيلس مول انتستان ابزوربشن للطعام يعني هنا بيحصل ديجيشن تحديدا كيميكال ديجيشن تاني حاجة بيحصل ابزوربشن للنيوترينز من الطعام مش احنا اتفقنا ان احنا بناكل الطعام ده عشان ننتص منه او ناخد منه النيوترينز او المواد المغذية مين بقى اللي بيعمل كده ايجا دور هي اللي بتعمل ابزوربشن للنيوترينز الموجودة في الطعام طيب هتعملها يعني هتعمل ابزوربشن او هتنتص المواد المغذية وتسيبها جواها ولا المفروض تنقلها الباقي الجسم المفروض تنقلها الباقي الجسم اوكي فبتنقلها ازاي عن طريق ان الفيلي الاهداب اللي هي مفروضها فيلس كل فيلس بيحتوي على سمول بلاد فيزلز او اوعية دموية الاوعية الدموية دي منتشرة في كل الجسم فبتاخد النيوترينز دي كلها وبتوديها بقى الدم فبتضخف كل اجزاء الجسم تمام بعد كده اخر حاجة عندنا اللارج انتستن اللارج انتستن او كل ما احنا عمالين ننزل في الورجنز عمالين ننزل من الماث للاستوفجس للاستومك وهكذا عمال يتم امتصاص الماء من الطعام الطعام اللي احنا بناكله فيه ماء فعمال كل ما ينزل شوية يمتصب انه ماء شوية لحد ما نيجي للارج انتستن اللارج انتستن بقى اللي هي الامعاء الغليظة اللي هي اللي بتكون الغليظة او السميكة اللي على الطرف دي بتكون اسمك شوية من السمول انتستن الموجودة في النص فالارج انتستن دي بتمتص بقى اغلب الليكويدز او السوائل الموجودة في الطعام وبتحولها لكتلة صلبة الكتلة الصلبة دي خلاص الجسم مش عايزة احنا متصينا خلاص النيوترين السمول انتستن متصت النيوترين ووزعتها في باقي اجزاء الجسم فالكتلة الصلبة اللي نزلت على الارج انتستن دي احنا مش محتاجينها دي بتبقى ويسس او فضلات بتطلع خارج الجسم تمام هي اصلا محتاجين ان احنا نعمل لها اللي منات او نخرجها خارج الجسم بتكون في شكل صلد اللي هي ايه اللي هي السطول او البراز تمام دي الارج انتستن كده الديجستف سيستن ده خلاص باختصار شديد طيب عندنا بقى مش احنا اتفقنا ان الدرس بتكون من two parts يبقى احنا كده خلصنا اول part هندخل على second part اللي هو بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن او جهاز الاخراج احنا محتاجين نخرج المواد الضرة من جسمنا محتاجين نخرج مواد كتير من جسمنا بنخرج ايه مثلا لما نيجي نتنفس مش احنا بنتنفس اكسوجين وبنطلع فالكاربون دايكسايد ده ويست يعتبر ويست او فضلات مين اللي بيطلعه؟ اللي هو الجهاز التنفسي طيب بيتم اخراج ايه تاني؟ احنا قلنا هنا مسؤول عن اخراج اللي هي اللي هي هنا بقى مسؤول عن مسؤول عن اخراج اللي هي اللي هي ده الجهاز المسؤول عنه اسمه او الجهاز البولي تمام؟ اوكي بنخرج ايه كمان؟ لما نيجي مثلا في الحر الشديد ونعمل مجهود جامد بنخرج ايه؟ بنلاقي جسمنا عرق بنلاقي فيه سويت او عرق العرق ده بيخرج من الجلد تمام؟ اللي هو اصلا عباره عن ايه العرق؟ عباره عن الاملاح والماء الزيادة في الجسم بتخرج عن طريق ايه؟ بتخرج عن طريق الاسكن او الجلد يبقى دي حاجة تلتا بنخرجها يبقى بنخرج اللي بنخرج اللي بنخرج عن طريق وبنخرج عن طريق السكن نيجي بعد كده نتكلم عن اشهر واكبر عضو في اللي هو الكيدنيز او الكليتين الكليتين الشيب بتاعهم بين شيب او على شكل كده حبة الفاصولية بتفلتر بقى بتريموف الويست بتخرج الويست او الفضلات من الدم بتساعد المواد الضررين هي تبعد بعيدة عن الجسم لان كل لما الويست تزدي جمعت في الجسم كل لما اصبح الدم توكسك او سام فبالتالي ده ممكن يدور الجسم بطريقة صعبة يعني فلازم نتخلص منه يوميا طيب اه تكلمنا خلاص عن الهيومن اه و اه تكلمنا يعني عن الهيومن وازاي ان هو بيوبتين انرجي وبيجيت ريد اوف ويست كلمنا عن اوبتين انرجي ده اصلا بيحصل ليه عشان يصنع للنبات الجلوكوز بتاعه الطعام بتاعه اللي بيدي له اصلا الانرجي تمام وبيطلع كمان الاكسوجين فكده الجس النبات حصل على الطاقة بتاعته ازاي حصل على الانرجي بتاعته ازاي مش احنا هيفضل يعني موجود جوه الورقة بس ولا احنا محتاجينه ينتقل لباقي اجزاء النبات زي بالضبط لما اخدنا النيوترينز من وزعناها عن طريق اللي في وزعناها لباقي الجس هنا كمان النبات محتاج ان هو يوزع الجلوكوز والانرجي بتاعته دي لباقي اجزاء النبات مين المسؤول عن كده؟ حاجة او غشاء او فيزل او وعاء يعني اسمه فلوم يبقى الفلوم هو المسؤول عن نقل الجلوكوز لباقي اجزاء النبات طيب قلنا في الدرس السابق ان الماء لما نيجي نسق النبات ماء فاق التربة بنزل الماء ده عالتربة فمين اللي بيمتص الماء؟ الروتس او الجذور هل الماء هيفضل؟ والماء طبعا فيه مواد مغزية هل الماء والمواد اللي فيه ده هيفضل محتفظ بمكانه في الروتس؟ ولا المفروض ينتقل لباقي اجزاء النبات؟ اكيد لازم ينتقل لباقي اجزاء النبات مين بقى اللي بينقله؟ مين اللي بينقل الووتر من الروتس المفروض حاجة اسمها او وعاء اسمه زيلم يبقى كده عندنا عندنا الفلاوم والزيلم الفلاوم ده المسؤول عن نقل الشوجر او الجولوكوز والزيلم ده مسؤول عن نقل الووتر من الروتس من الروتس من الروتس من الروتس تمام؟ طيب بيحصل طيب المفروض النبات بيطلع الووتر فيبر او بخار الماء بيطلعوا عبارة يعني عن ويست اللي هو ده الوست برودكت او الناتج الفضلات بتاعته اللي هو الووتر فيبر طيب فهيتخلص منه ازاي؟ بيحصل بقى في الورقة في الورقة فيه اوبنينجز كده او فتحات صغيرة لما نقرب المايكروسكوب على الورقة نلاقي فيها اوبنينجز اسمها استوميتا الاستوميتا دي هي اللي بيحصل فيها جاز اكساتشينج او تبادل الغازات فبيتم دخول القربون دايكسايد عشان القربون دايكسايد يشارك مع الووتر ونصنع الجلوكوز وبيخرج مين؟ بيخرج الووتر فيبر او بخار الماء وبخار الماء دا اتفقنا اللي هو ايه؟ اللي هو الويست برودكت بتاع النبات هل الدرس مفهوم وسهل وواضح ولا محتاجين اعيد جزء فيه؟ لان الدرس يعني شوية فيه صعوبة شوية ولكن واحدة واحدة مع بعض اسمعوا الفيديو بتركيز اعملوا بوز لو فيه جزء عايزين تسمعوه تاني واعيدوه من الاول عشان ان شاء الله تتقنوا الجزء ده فاحنا كده اتكلمنا عن الديجيستف سيستم تمام؟ وكلمنا عن في الحاجتين في الهومن وفي البلانت تمام؟ ان شاء الله الدرس القادم هنتكلم عن الموفينج ماتيريالز هنتكلم عن استنونا في الفيديو القادم باذن الله شكرا جدا مع السلامة